السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست اللي نبدأ الحوار في الموسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة ضيفة اليوم ياسمين حمزة ياسمين مهتمة بالاستدامة في مجال الضيافة والأطعمة مؤسس مشارك لإندلج ذايسلف تجربة طعام فريدة من نوعها في الشرق الأوسط بدون هدر للطعام واستخدام المصادر المستدامة في كل عملية الطحي ياسمين حتكلمنا أكثر عن إيش يعني هذا الكلام وإيش اللي خلها تي أسس وتكون مؤسس مشارك في إندلج ذايسلف ياسمين أهلا وسهلا أهلين ياسمين طيب خلينا دائما هي البداية للحلقة إيش تعريف الاستدامة بالنسبة لكي أقدر أدخل في هذه الفكرة أكثر من شيء أنه أفكر في البيئة في كل قراراتي تعني شيء اقتصاديا أتأكد أنه لما أشتري شيء ما فيه ولا شيء من المنتجات اللي بأشتريها بتترمي فهذا الشيء اقتصاديا أكثر غير كده اجتماعيا أبغى أتأكد أنه كل الناس اللي يشتغلوا معايا وحوليني بيتعاملوا بطريقة صح وبيندفع لهم المبلغ الفير ليش بدأتي indulge thyself كيف بدأتي وإيش يعني zero waste dining فكرة indulge thyself كنت أبغى أفتح شيء زي private restaurant وفكرة zero waste أنه ما أبذر في ولا شيء بأشتري ففي خمسة نقاط لازم أفكر فيهم لما أفكر في zero waste بداية من أهم شيء هي فكرة refuse أني أرفض أشتري أي شيء ما أحتاجه أو أي شيء بتغليف مضر بالبيئة زي البلاستيك تاني فكرة reduce أقلل من استعمال أشياء ما أحتاجها وأفكر في كل شيء بأشتري reuse لو عندي أي شيء موجود عندي أي containers أي products باقية من العشة اللي قبله أني أستعمل كل شيء متواجد عندي قبل ما أشتري شيء جديد بعد كده يجي recycling طبعاً لازم أعيد تكرير أي شيء أشتريته لو موجود عندي وبعد هذا كله وأقل كمية هي عشان بنحاول أن يكون zero waste بعد ما أستخلص كل شيء من الproduct اللي أشتريته أنه I rot I compost basically وأعيد تكرير الأشياء يتحول المنتج إلى fertilizer وبعد ما يكون عندي ال fertilizer أني أستعمله في الجنان اللي عندنا تاني فكأنه closed loop system في نقطة بداية ونقطة نهاية وأحاول أنه يوصل للبعض وأنه ما في أي تغذير في الفكرة كلها الcomposting ولا الواحد ياخد بقايا الأكل يمكن من أكتر الأشياء اللي أتمنى أنها تكون موجودة في كل مكان خاصة في السعودية فيها در للطعام مرة كتير ويعني لو كل بيت أخذ بقية الأطعمة اللي عندنا حتى بقية البكدونس اللي قاعد في آخر التلاجة وما حنستخدمه ويصير يتعمل ويصير سمد والواحد يستخدمه black street مرة ممتاز طيب كيف بدأتي بي-indulge thyself كconcept يعني كتجربة عملية indulge thyself في أكثر من شخص it's me ياسمين حمزة and my partner هوازن زهران بدأنا في فكرة indulge thyself أنا قبل ما أدخل في الأطعمة كنت بشتغل في الفاشن في أمريكا فترة طويلة ومن الأشياء اللي مرة كانت مهمة بالنسبة لي هي فكرة الاستدامة بس بعدين من رجعت وقت كوفيد على السعودية فكرت في ايش ممكن أشتغل وفكرة الاستدامة في الفاشن يعني ما أقدر أسيطر على كل في آخر اليوم أنا حنتج في مصنع وما حأعرف لو الناس بيتعاملوا بطريقة معينة ما حأعرف كيف أتصنع القماش من البداية للنهاية فوقتها كانت هي دوبة متخرجة من وكانت محتاجة مساعدة فبدأت معاها في الطبخ هي تدربت أنا ما تدربت بس شي مرة مهمة تعلمت من الفاشن إنه الواحد يتعلم أكتر بكتير لما يشتغل مع الناس من ما يتعلم في المدرسة فبدأت أبعث إيميلات لمطاعم كتير حتى المطاعم المشهورة ما كنت أعرف لو حيقبلوني بس قلت أجرب ودربت مع مطاعمين مشلين ستار هذا الصيف وصراحة يعني ما أقدر أشرح قديش أتعلمت منهم فأنا أخذت الطريق أو الراوت أني أتدرب والبورتنر حقتي درست فهذا الشي مرة مهمة للناس اللي يحسوا إنه لازم يدرسوا لا فيه طريقة لكل شيء وتقدر يتقدمي ومرة كتير الناس سوربريزن اللي حيقبلوكي وحيتتعلمني مرة أشياء أكتر من أنك تكوني في نص المطبخ فبعد كده بدأنا فكرة اندلزاي سالف كانت فكرة في سوشل ميديا وفيه كتير أشياء في السوشل ميديا كانت كنا بنطبخ وكنا بنقول للناس كيف يلاقوا منتجات في السعودية وكنا بنتكلم عن مطاعم تاني حواليننا في السعودية وبره السعودية فبعدين جات فترة الناس كانوا يبوا يجربوا الأكل فعشان فكرتنا zero waste وأنا مرة مهتمة في الاستدامة ففكرة delivery ما كان option فبعد فترة بدأنا نعمل private dinners أو عشوات صغيرة بدأنا بشخصين وحمد الله نجح المشروع وده حين صرنا نعمل private dining اللي ما بين عشرة لعشرين شخص وطبعا فكرة zero waste هي أهم شيء في the whole experience فما في أي هدر من أي شيء لا في الأغذية ولا في المكان اللي بنختاره ولا في الديكور نفكر في كل هذه الأشياء قبل ما نعمل أي عشا كل أكلنا fine dining فكنا نبغى نركز على كل هذه الأشياء اللي أنتوا بتسووه في المطعم هذه هي دورة الحياة الطبيعية اللي بتسير في الطبيعة كلها النباتات بتكبر والأوراق بتطلع والزهور بتزهر وبعدين بتموت وترجع في التربة وتستمر فهذه هي الفكرة اللي مرة حبيتها إنه هي ممكن إنها تسير حاليا في الحياة اللي إحنا عايشينها مو كل أحد يقدر يسويها وما نقدر نسويها بصورة يومية لكن بتهيالي أنا التجربة هذه اللي أنتوا بتقدموها للناس بتدي ناس نظرة إنه إيش ممكن نسوي طيب لو نبغى ناخد منتج إحنا كلنا مثلا بنستخدمه في البيت كيف رحلتو عندكم في في أماكن مرة كتير دحين جديدة تقدري تروحيها عشان تاخدي منتجات من غير باكتجين مثلا أنا عايشة في جدة فأقدر أعطيكم اكزامبول في جدة الناس مرة صاروا متعودين على السوبرماركت فمرة صاروا البعدوا من الأشياء اللي زي الحلقة الحلقة هو مركز خضار مرة كبيرة في المدن الكبيرة في السعودية فهذه الأماكن بتبيع هولسيل تقدر يتاخدي الكيس حقيقه تشتري قد ما تبغي وفي ناس كتير يقولوا أنه احنا عائلة صغيرة ما نبغى نشتري هولسيل برضو ما يضر تقدر تشتري الأشياء بالذات الأشياء اللي انت تعرف يحتستعمليها كتير زي البصل التوم وخضروات كتير تقدر تتقطع وتنحط في الفريزر ما بقولك كل شي لازم تشتري من أماكن زي كده بس مرة يفرق لما تبدأ تشتري الأشياء اللي حتستعمليها كتير وتنظر إليها بطريقة جديدة وكمان في كتير أشياء زي لو الإنسان يدور على في دحين في جدة مثلا زي في حي جميل مرة كل أسبوعين غير كده كمان أنا وإنتي كنا بنتكلم في فكرة البوكسز اللي تجيكي على البيت في أكثر من شركة في شركات كتير زي أزكا فورمز في جدة أقدر أعطيكم إجزامبل يبعت لك بوكس كلها أشياء تقريباً موثلي أورغانيك بوكس تقدر تقول لهم أنتو كم شخص في العيلة فهذه فكرة كمان ما فيها هدر أبداً بدل ما نروح للسوبر ماركت وناخد ثلاث حبات بصل نحطها في كيس بلاستيك ولا طبعاً أنا يمكن أكتر منظر يعني مرة يزعجني في السوبر ماركت لما تلاقي تفاحة ولا أحبت منغا وملفوفة ببلاستيك مش فاهمة ليش فكل هذه الأشياء نقدر نقللها كثير من الأشخاص اللي يمكن بيسمعونا بعدنا على المطبخ وإيش بيصير في المطبخ في عوائل خاصة من تكون كبيرة بيعتمدوا على طباخين بيعتمدوا على ناس تانين بيسووا العملية هذه كلها فبيصير نبعد نبعد وأرجع للنقطة اللي أنت ذكرتها في البداية اللي خلتك تنتقلي من الأزياء للطبخ هذا كل ما بعدنا كل ما ما نعرف إيش اللي بيصير إيش بيصير فلما نقرب ونعرف إنه ترى والله ممكن إنه فيه أشياء ترى نقدر نقللها بدل ما أشتري كيس البصل الكبير وهذا ما هي ترمي في الزبالة الكيس وفيه نقطة كمان مرة مهمة يعني الناس ده حينصار يفكروا إنه لمن أحد يقول لهم لا تستعملوا بلاستيك البلاستيك كمادة نفسها ما هي مادة بطالة هي مادة ممتازة وغيرت كثير من الاندستريز في الدنيا بس هي فكرة إنك تستعمليه مرة واحدة وترميه هي الفكرة اللي نبغى نغيرها تيوي تستعملي أي شيء بلاستيك استعمليه بس حاولت استعمليه قد ما تقدر بدل ما يعني حيترمي ويوصل للبحر وما حيتحلل طيب ياسمين إيش يعني إنه نستخدم كل المنتج في الطبخ وما يكون فيه أشياء تترمي شيء من الأشياء اللي نستخدمها كل يوم ومتعودين إنه والله فيه أجزاء منها بنرميها في الزبالة وهذه ممكن إنه نستخدمها بطريقة مختلفة ما تخلي نرميها في الزبالة فكرة إن أنا نقشر الجزر أو نقشر الخضار فيه كتير خضار إحنا بس متعودين نقشرها عشان هذا اللي متعودين نشوفه بس في الحقيقة إنه لو قسلتي الجزر مرة كويس أبداً ما في داعي إنك تقشريه أو ترميه كمان شيء مرة مهم نسويه في المطعم إنه البصل والتوم دائماً تستعمليه والقشر دائماً يترمي تقدر يتخلي القشر على جنب تحطيه في فرن واطية وبعدين ينطحن يصير كأنه أمين أو قارلك باودر يستعمل في البيت شيء تاني نسويه في المطعم بس هذا شيء شوية فاين دايني أكتر لما بدأنا نستعمل المنغا قاعدنا نفكر وقت طويل إيش ممكن نسوي في القشر والقشر الكونسيستنسي أو التكستر حقه قاسي فسوينا منه مربة وبعدين نشفنا وصدنا نستعمله كباودر يعطي طعم لكراكرز واحد من الأشياء اللي بس عشان أقول لك اللي هو بالضبط اللي وقفت وقلت طب إحنا ليش منسوي كده أنا متعودة ودائما لما فيه باقدونس وكزبرة حسن كزبرة مرة أحبها تتقطف الأوراق الصفرة تترمي والعيدان تترمي كمان لكن لما مرة جربت إنه أول شيء الأوراق الصفرة ما هي مضرة ما فيها ولا شيء بس تعودنا إنه منظرها غير مقبول في المنظر هي أمكن طعمها يكون أقل بس ما هي إنها مضرة مش لازم تروح في الزبالة وعيدان الكزبرة ألس بكتير يا جماعة من أوراق الكزبرة فيها طعم أكتر من الورق بس هذي كمان فكرة تانية إحنا نصدق فيها وما فكرنا فيها إنه دائما يقولولك لا تأكل العيدان عشانها مرة أو لا تأكل الورق الأخضر عشان نمر أكشلي أبداً ما هو مر في طعم أكتر من طعم ورق الكزبرة فبس خدوا دقيقة وعيدوا تفكير في اللي إحنا إيش بينقلنا طول عمرنا وإحنا إحنا متأكدين منه هذي دفنت لي طريقة تانية مرة مهمة في الاستدامة الفكرة اللي زي ما قلتي نفكر إيش اللي بيصير إحنا إيش بنسوي وقديش نقدر نقلل يعني في ناس كتير يعتمدوا على الريسايكل في المنظومة هذي بس هي الريسايكل يعني قد تكون آخر شي ممكن الواحد يفكر فيه رفيوز يمكن أهم شي خلينا نقول إيش الهدف ولا إيش النظرة اللي أنت تحب تشوفيها والأثر اللي التجربة هادي وال خلينا نقول نشر الوعي عن الاستدامة في الطعام والأغذية وطريقة تعاملنا في المطبخ في كل هذه الأشياء أهم شي أولا هو الهدف اللي لقيت نفسي باري باشنة تبات يعني شي مرة مهم ليا يعني السوشال ميديا فيه نشر وعي وحتى لو واحد إنسان استفاد من أي شي يحطينا في يوم من الأيام أنا حاكون مبسوطة وثاني شي هو ريسورس نحن مرة نحن باستدامة لتحدث مع الناس أي أحد عنده سؤال ممكن يدخل على طول اللي يسألنا على المطعم والكونسولتنسي إحنا بنسوي أفهم بي كونسولتنسي عشان نساعد المطاعم في مو بس موضوع الاستدامة في موضوع الكوليتي كنترول المشاكل أو الأشياء اللي ممكن they get into their logistics نقدر نساعدهم في هذا الموضوع بس في المطعم أكتر شي أبغى أوري للناس إنه فكرة أصلا zero waste مرة صعبة في الفرست world countries فكيف في بنت أو مرأة في السعودية فاتحة شي قريب من مطعم وبتقدر تسوي شي zero waste والأكل لذيذ ف يعني أبغى كل هذه الأشياء توري للناس إنه كل شي ممكن ما في شي مستحيل إيوى تقدري تعملي مطعم high end أو fine dining تقدري ما يكون عندك نفايات تقدري تكوني مرأة ومو لازم تكوني متدربة مرة وقت طويل عشان تنجزي هذا الموضوع بالعكس كل يوم لو ألاقي أي أحد يبغى يدربني أتعلم منه هذا بس بارت تاني من اللي أبغى أقدمه إذا أنا أوردي عندي مطعم وأبغى أكون في منظومة الاستدامة هذه وأعمل دوري للمجتمع للناس للبيئة إني مطعم مستدام طبعا أول شي إنه في فكرة المطعم إنهم يحاولوا يفكروا بدقة إيش الأشياء اللي في المنيو حاول يكون عندك أكتر من طبق في نفس المنتج عشان تقدري تستعمل المنتجات بطريقة ذكية غير كده طبعا مرة مهمة الناس اللي بيشتغلوا في المطبخ يفهموا إنتي ليه بتسوي كده عشان يكونوا بارت يحسوا بالأهمية ويكونوا بارت من غير كده طبعا ريسايكلين مرة مهم طبعا بالذات للمطاعم مرة سهل إنك تروح تشتري من محل هول سيل زي الحلقة أبدا يعني تقدر يواليمنيت فكرة الباكيجين كمبليتلي لو بتتعامل معاهم بهذه الطريقة فكرة الكومبوستينج لسه مرة صعبة على كتير ناس بس هذا كمان مرة شي مهم إنه المطاعم يفكروا فيه especially إنه المطاعم عندهم سبيس والكومبوستينج أبدا ما هي يعني شي كبير يعني تقدر تحطوه في الجنين وورا برضو بس يعني هذا شوية أبعد قليلي أنا شايفة إنه هذا التوجه الاستدامة في الغذاء والأكل المحلي يعني سار موجود في يعني خلينا نقول ما هي الكلمة صح موضة بس هو هذا التوجه لمطاعم كتير في العالم وحتى المطاعم اللي هي جدا مشهورة وجدا يعني معروفة بتتجه لهذا الشي وهذا الشي أنا بالنسبة لي لو أنا في جدة وقدامي مطعم حتى أبسط شي بيزرع الأشياء حقته ومطعم بيستوردها المطعم اللي بيزرع أشياء وبيستخدم أشياء محلية بالنسبة لي اختيار أفضل وأكون سعيدة وأنا بديهم فلوسي وبأكل عندهم لإني عارف إنه قيمهم مشابهة لقيمي زي ما قلت أنت حتى الناس اللي بتشتغل في المحل بيكون عندهم لازم يكون عندهم هذه الفكرة فهذا كمان دور لتوعية الناس لأنه الناس اللي بتشتغل لما تبدأ تفكر بهذه النظرة كل أحد فيهم عنده عيلة فتبدأ الموضوع ينتشر هو مو بس على فكرة الاستدامة لما انت قعد يتفكري في الموضوع هو اكشلي فاينانشلي أذكب كثير إنه مطعم يشتري من مزارع جنبه أو من الحلقة أو مركز الخضار يعني معرف ليه إحنا صرنا مرة نستسهل إنه نشتري من أشياء المزارع لأنه أولا لما تبدأ تشتري من المزارعين اللي حوالينك أنت بتساعد الناس اللي في بلدك وحتتفاجأ قد إيش في أشياء بتنزارع عندنا إحنا ما نعرف عنها فواحد من القولز كأنه شف أن يكتشف هذه الأشياء أنه هذه المزارع التي أهلنا وأجدادنا يعرفوها وأنه نجيبها للجيل الجديد أنه الناس يدوها الطريقة يعني الله خليك روحي الطايف لأنه أنا والدتي متربيه في الطايف وأتربت هي على خضار وفاكة الطايف فبالنسبة لأن أي أحد لما تقول شيء جيمة الطايف هذا يعني حقيقي طعمه مختلف تماما وللأسف صراحة يعني أنا عن ما كنت صغيرة كانت الخضار والفاكة متوفرة بصورة كبيرة لقيت إنها بتقل بتقل لأنه يعني ما في اهتمام لها أتمنى أنه دحينا يرجع الاهتمام لها لأنه حقيقة أو أنا بتكلم بس على الطايف وهي منطقة صغيرة وقارنت بالأماكن الكتير اللي موجودة أنا بعد من فكرة إنه المستورد هو أفضل أنا جزر وطماطم لما أشتريهم من المزارع اللي في الحسن ألذ بكثير بمليون مرة من أي شي مستورد في كثير أشياء اللي من رجعت على السعودية استغربت إنه ما في ما أبغى أقول كلمة توعية بس الناس ما يعرفوا عنها قد لما تكوني في بلد تانية مثلا إنه أغلى رز في العالم عندنا من الحسن عندنا عسل فاز بكثير جوائز عالمية من الطايف يعني أحس لو كنت في بلد تانية كان هذا أكتر شي الناس ممكن يعرفوه بينباع مثلا في المطار فهماني فإنه لو إحنا ما حنكون الناس اللي هاتي البرودكت حتختفي للأسف فهذا أمام كمان أنا انفجعت لما عرفت إنه الزيت زيتون من الجوف والجوف مليان من زارع زيتون ما كان عندي أي فكرة إنه في بتزرع زيتون عندنا انفجعت لما عرفت إنه زيت زيتون يصدر لأسبانيا ويعبأ في أسبانيا ويتباع لنا إنه منتج أسباني وهو حقيقي منتج محلي ومن بعدها صرت حتى دائما أفضل إني أشتري زيت الزيتون من الجوف حتى في أاب حق زيت زيت الجوف تشوفي كل المزارع وتطلب منها واضح جدا إنه ياسمين أنا مر سعيدة إنه بتكلم معك في هذا الموضوع لأنه زي ما قلتي كل واحد طالع كده شاف قال أوكي أنا إيش أقدر أغير تبدأ الفكرة تصير والله أسهل يعني ما هي شي مستحيل بس احتج له بس الواحد يفكر فيه شوية طبعا وحتى أحيانا من الناس يسمعون بنتكلم عن الاستدامة يستصعب الموضوع بس عندنا عن بالضبط كيف الإنسان ممكن حتى ياخد أصغر الخطوات عشان يبدأ يهتم في الاستدامة وال 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 الوضع في الوضع يعني وأي أحد عنده أي سؤال بليز يعني إحنا دائما موجودين و نحن في سوشال ميدي على الاندول ياسمين مرة شكرا على وقتك تحب تختمي بإيش عن الطعام بشكل خاص أو الاستدامة بشكل عام طبعا الاستدامة مرة موضوع كبير بس يعني حتى حتى إنه إنه الإنسان يقدر يسوي أصغر بارت بإنه يوعي الناس اللي حوالينه أكيد يوم من الأيام هنوصل ل ثرائب ونحصل إلى الأمور عندما comes to sustainability وبالعكس بالنمو اللي بنشوفه في السعودية ومع الفيجن شايفة إنه كل الاندستريز بيهتموا في ذا الموضوع حتى ال government مرة بيسووا كثير لأننا نوصل لهذا القول إن شاء الله اللي بنسويه بيساعد في مجال الأغذية وال ساستينبوليتي إحنا نكون مرة مبسوطين ياسمين شكرا جزيلا ويعطيكم العافية شكرا اشتركوا في القناة